عبد الوهاب بودربالة طبعاً أكيد سمعت الأصداء فيما يخص القائمة الموسعة وش رايك في عودة يوسف بليلي ورياض محرز إلى القائمة كيف يعني تلقيت هذا الخبر يعني عودة اللاعبين محرز و بليلي كان وارد نظراً للمستوى الكبير لم يقدموا مع أنديتهم ونظراً أيضاً للخبرة التي يمتلكونها مع المنتخب الوطني ما ننسوش أنه محرز قادر بذكاء و يعني قادر في أي لحظة يصنع الفارق وهذا يعني ما المنتخب الوطني حالياً يفتقد لليعبين مثل محرز وبالليلي أنا نشوف أنه عودة صالح المنتخب الوطني ورح فقط للتنويه أنه لم تتم العودة رسمية وإنما في القائمة الموسعة